هذه المواد المتفاعلة متى بصير تفاعل فيها بصير تفاعل فيها أستاذي لما يصير عندي إيش تصادم بين دقائق المواد المتفاعلة فالتصادم بين دقائق المواد المتفاعلة هو شرط أساسي لحدوث التفاعل يعني أنا عندي هدول درات مواد متفاعلة باختلافها شو ما كان نوحا كلما كان عندي تصادم بينها أكبر كلما كانت سرعة التفاعل أكبر لأنه سرعة التفاعل تتناسب طرديا مع عدد التصادمات الحاصلة ما بينها فبالتالي هون كلما زاد عدد التصادمات الحاصلة ما بين دقائق المواد المتفاعلة وبا كلما زاد سرعة التفاعل صار عندي تصادم بينها وصار فيه عندي انفجار تعالوا يا أولاد يا أولاد تعالوا تعالوا يا أولاد ورأينا خلي القط نحط القط عليها طاروا لأولاد زي الدبان طائرين تمام فكلما زاد عدد التصادمات الحاصلة ما بين دقائق المواد المتفاعلة كلما زادت سرعة التفاعل الكيميائي وابا قول قول يا سيصم صار انفجار طالوا هاي كيف زي الطائب ترجمة نانسي قنقر